هذه القوارب الصغيرة تنقل بضائع من ميناء خصب العماني الى السواحل الايرانية في عملية تصفها اطراف اقليمية ودولية بالتهريب بينما يعتبرها عمانيون عملية تبادل انتجاري وجدت بحكم القرب الجغرافي بين الضفتي مضيق هرمز محافظة مسندم تتميز بموقع استراتيجي مهم فهي تقع على رأس احد اهم خطوط الملاحة البحرية الوهو مضيق هرمز فضلا عن ذلك فيها تعتبر بوابة السلطانة الشمالية وهي تقع بين بحرين هما بحر عمان والخليق العربي العقوبات الدولية المفروضة على ايران لعبت دورا رئيسا في ازدهار عمليات التهريب التي تؤمن الكثير من البضائع التي بات وصولها الى ايران مستحيلا كما يؤكد تجار عمانيون ان ازدهار التجارة في خصب سببه الطلب الايراني انتعاش التجارة واستيراد التصدير في خصب وتحديدا في ولاية خصب انا اتكلم الان هي قربها للمناطق والموانئ البحرية الايرانية الجمارك العمانية تقول ان حوالي خمسمائة قارب ايراني تقوم بالرحلة عبر المضيق يوميا اما انواع البضائع فتتنوع البضاعة هذه بضاعة مشروعة بضاعة متفق عليها في دول الخليج تصدر من يعني حتى بضايع تجي من السعودية كالمشروبات العصاير والهذا من مصانع السعودية تأتينا من دولة الامارات تأتي بضايع من كوريا من دول اخرى التجار والمسؤولون في خصب لا يرون ان شبهة تهريب تطال عملية نقل البضائع التي تجري تحت سمع وبصر السلطات في ميناء خصب ويقولون ان الاستيراد والتصدير بينهم ودول خليجية اخرى وبينهم وايران لا يتضمن مواد محظورة دوليا رفيع الطالعي سكاي نيوز عربية خصب